يسعد وقتكم معاكم فاتن بفيديو اليوم رح نعمل وصفة جدا مميزة للغريبة الشامية بطريقة جدا ناجحة ومقادير جدا مزبوطة لحتى تزبط معاكم من اول مرة فاذا انتم اول مرة بتشوفوا قناتي هون لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتوصلكم كل الاطباق القادمة ان شاء الله خليكم معي لنهاية الفيديو لنشوف تفاصيل الوصفة واسرار نجاحها طريقة التحضير رح نبدأ بالمقادير اللي غريبة معروف انه لازم تنعمل بالسمن الحيواني ممكن تخلطوهم ما بين سمن حيواني وسمن نباتي رح استخدم اليوم 300 جرام من السمن الحيواني خليط يفضل تستخدموا كمان نوعية سمنة تكون طعمها جدا طيب لحتى تعطيكم نكهة جدا رائعة استخدمت البقر الحلوب بالاضافة لنوع السمنة الثاني بقر الحلوب بتعطيك نكهة جدا جميلة رح استخدم 200 جرام من السكر البودرة يفضل يكون انه جاهز ما تطحنوا بالبيت لحتى تعطيك نتيجة جميلة وبالاضافة ل600 جرام من الطحين المنخول طحين ابيض متعدد الاستخدامات رح استخدم كمان معلقة كبيرة من القطر بالاضافة لمعلقة صغيرة من الفانيلا البودرة فاذا هاي هي مقادرنا جدا بسيطة وان شاء الله تجربوها وتعجبكم اول خطوة رح نعملها حننزل كمية السمنة كاملة بالعجان السمنة متل ما قلت لكم تكون بحرارة الغرفة لكن تكون مائلة للبرودة ما تكون كتير قاسي وما تكون كتير سايحة كل ما كانت المكونات او السمنة باردة رح تعطيني نتيجة افضل ورح تكون سهلة عليكم بطريقة التحضير وسهلة عليكم بطريقة التشكيل حتى وقت الخبز رح تفرق معنا هاي الخطوة جدا بالخبز فاذا هنزل هلأ كمية السمنة كاملة طبعا انا بالفيديو مضعف الكمية لكن ذكرت لكم الكمية الحجم الصغير فهلأ نزلت مقدار السمنة ورح ابلش بمضرب التقليب اخلطهم مع بعض قبل ما اضيف كمية السكر بخلطهم بخلطة بسيطة وبعدين بنزل كل كمية السكر فوق الخليط طبعا رح استخدم 200 جرام من السكر ممكن تقليل الكمية اذا انتو بتحبوها شوي انا قللت منها لانه رح اضيف معلقة من القطر كمية السكر لازم تكون تعادل كمية الزبء السمنة لكن انا بحبها ما بحبها تكون كتير حلوة فلهيك قللت من كمية السكر هلأ بقلبهم بتقليبات بسيطة خفيفة لحتى تمتزج كمية السكر مع السمنة مع بعض طبعا حضيف هلأ معلقة من القطر القطر رح يعطيني لون دهبي حلو وقت التحمير ورح يعطيني لون كتير حلو اذا انتو بتحبوها للون الدهبي تحمروها رح تعطيكم لون جدا جميل هلأ بظلني اخلط فيهم لحتى يصير عندي القوام كريمي لونه فاتح بهذا الشكل هيكصر معاي القوام ممتاز هلأ نيجي للخطوة التانية هي اضافة لطحين اضافة لطحين ابدا ما نضيفوه مرة واحدة لانه رح تفرط معاكم ورح تخرب كمية لطحين رح نضيفها تدريجيا ونخفق على شكل خفيف لحتى تخلص عندي كامل الكمية فاذن حننزل الكمية لطحين تدريجيا مع الخفق المستمر لحتى تمتزج كامل الكمية وبعدها بنرجع بنضيف كمية لطحين الباقية هيك لحتى تخلص معاي كامل الكمية لطحين ضروري جدا انه كامية لطحين تنزل تدريجيا لحتى تعطيني قوام عجينة مثل ما انا بديها وكمان رح يفرق معاي بدوبان الحبة بعد الخبز كل شوية رح نحرككم لحتى نتأكد انه كمية الخليط اندمجت كلها مع بعض طبعا انا كمان بضيف معاهم الفانيلا بنستمر بالخفق وبنستمر باضافة لطحين تدريجيا ما تبالغوا كتير بالعجل مجرد ما اختفت كمية لطحين نضيفوا الكمية التانية هلا بعد ما اضفت كمية لطحين كاملة وهيك صارت معاي جاهزة بدي العجين تكون بهذا القوام طبعا انا اسمتهم لنصفين وعجنتهم لحتى ياخدوا بالخلط يكون معاي افضل هلا لحتى اقدر اتأكد انه عجينتي صارت كويسة مجرد ما شكلتها بهذا الشكل ما تشققت بتكون معاي ممتازة وجاهزة للتشكيل هلا هيك انا رجحت معاي طريقة العجن ونبدأ بطريقة التشكيل طبعا قبل ما نبلش بتشكيلهم ضروري جدا تدخل التلاجة تقريبا نصف ساعة لازم احنا نشكل فيها ونشتغل فيها تكون الكمية معاي باردة اذا انتي عاملة كمية كبيرة يفضل انه تقسمي منها وتتركي الباقي بالتلاجة وتستخدمي الشي اللي انتي بدكت شكلي لازم يكون بارد هلا بعد ما خلصتم كلهم رح بس اشكلهم شوي بي ايدي بهذا الشكل لحتى اتأكد انه كل الخليط ندمج مع بعض وصار معي جاهز بدي افرجيكم هلا للناس اللي ما عندهم عجانة كيف يقدروا يبسوا او يعملوا طريقة الغريبة بهذا الشكل لانه في صبايا كتير بيبعطوا لي انه ما عندهم عجانة فهاي هي الطريقة الصحيحة لعجن او بس الغريبة تعمليهم براحة ايدك وتعمليهم بهذا الشكل لحتى تاخد معاك النتيجة هاي نتيجة جدا طرية اذا تشققت معاك بتكوني ضيفة كمية طحين زائد اذا حستيها انها كتير بتدبق وما عم بتكوني محتاجة لطحين مجرد ما شكلناها بهذا الشكل اتشكلت بكل سهولة معناته انا مع المقادير جدا ناجحة وكمان طريقة العجن جدا ناجحة هلا هيك صارت معاي جاهزة ونبدأ بالمرحلة التانية وهي مرحلة التشكيل طبعا ضروري جدا انه نحطها بالتلاجة قبل ما تبلش انشكلها طبعا لازم نعمل اختبار بسيط قبل ما ندخل قبل ما نخبز كل الكمية بعملت اكمل حبة وخبزتهم طريقة الخبز هتكون على 350 مجرد ما اخدت اللون هاد الدهب الحلو بطلعهم تقريبا بياخدوا سبع دقايق هلا ليش لن رح نعمل هاد الاختبار في حال الحبة فرشت معاك كتير معناته بتكون الزبدة الالها اكتر من كمية لطحين فمحتاجة لطحين هيك بنعرف انه محتاجة لطحين فبنضف الها طحين في حالة شققت معاك كتير وقت الخبز بتكون الطحين اللي لها كتير زيادة فممكن نضفي لها من معلقة لها معلقتين سمنة ونرجع نعجنهم بيدنا وهيك بتنجح معاك فلهيك هاي الخطوة رح تسهل عليك انه ما تخرب معاك كامل الكمية فلازم نعمل هاد الاختبار لحتى ما تخرب معاك الكمية كاملة وهلأ نيجي لطريقة التشكيل رح نشكلها بطريقة حرف اس شوفوا العجينة ما شاء الله جدا جميلة طبعا رح افردها بهذا الشكل وقطعها على شكل قطعة صغيرة حسب حجم الحبة اللي انا بدي اعملها حابين تعملوا الحبة حجم كبير او حجم وسط او حتى حجم صغير مثل الجاهز بناخد هاي الكمية حسب حجم الحبة اللي انا بدي اعملها بنفردها براحة ايدنا بهذا الشكل وطريقة تشكيل حرف الاس كتير سهل طبعا الشكل المعتاد بهذا الشكل جدا سهل ممكن تعملوها على شكل دائري وممكن تعملوها على شكل الشكل اللي انتو حابينه هاد الشكل كتير بسيط وكتير سهل طبعا انا مجهزة صنية الخبز ورح احطهم فرشتها بورق الزبدة ورح احطهم على ورق الزبدة كلما كانت مقاديرك ناجحة طريقة شغلك ناجحة ابدا ما فرد تفرد معاك وراح تضل الحبة محافظة على شكلها ومحافظة على حجمها هلا طبعا هيك صاروا معي جهزين وزينتهم بي الفستو الحلبي رح ادخلهم على فرن محمى مسبقا على 350 مايو على 180 درجة حرارة مجرد ما ياخدوا اللون الدهب البسيط في ناس بحبوا كتير شوية حمروها زيادة وفي ناس بحبوا يتركوها بيضة حسب رغبتك انتي بتقدري تتركيها بالفرن مجرد ما اخدت اللون الاشقر البسيط من تحت بطلعها وبتصير معاي جاهزة طبعا اول ما تطلع من الفرن بتكون لسه طرية وكمان ما بنقدر نمسكها بتكون لسه كتير طرية خليها نبرد تقريبا خمس دقايق وبنحطها بالطبق التقديم وبتكون معاي جاهزة ما شاء الله ريحتها جدا جميلة وجدا لذيذة والهون بتكون وصفتي خلصت معاكم لليوم ان شاء الله الوصف تكون عجبتكم انتظروني بوصفات قادمة ان شاء الله ويعطيكم الف عافية